يا مسائل فل حبيبي وحشتوني جدا إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض أكلة مصرية أصيلة هنعمل الفراق مع الملوخية الخضرة وكمان الرز بالشعرية وبتنجم خلل أكلة كده متكملة خطيرة أكلة شهية وهتفتح النفس ما شاء الله على سريق زمان هنعمل كل الخطوات مع بعض ما شاء الله تحفى أكلة متكملة هنعملها في أسرع وقت يلا نسمي الله ونصلي على الرسول أول حاجة معانا ميا مغلية نزلنا عليها ببصلايا وطمطمايا وجزرايا وحطينا حبهان وورق لوري وحطينا شوية فلفل أصمر ورشة بسيطة من الملح طبعا الملح هنحطه في الآخر نزلنا كده بفرخة غسلينها غسلة حلوة ونقعينها في اللمون هنبتدي بقى نسلقها مع بعض عشان نعمل أحلى شوية شربة هنسيبها بقى تغلي مع بعض ونجيب الملخية بتاعتنا هنبتدي نقرتف طبعا كلنا عارفين بنقرتفها ازاي بس احنا بنقول لبناتنا الحلوين اللي لسه ايه سنقولها طبخ بنبتدي كده ناخد الورق بتاعنا وبنسيب حتة كده من العرق بحيث ايه الملخية لما نيجي نخرطها تلف معانا كده في الحلة وتبقى جميلة جدا زي أهلينا ما كانوا بيعملوها زمان بالشكل ده لحد ما نخلص كل المقدار اللي معانا أهم حاجة في الملخية بعد ما تقرتفها الغسلة الحلوة تغير عليها كزا مرة المية وتخسلها حلوة عشان بتبقى مليانة بالأترب بصوا بالفراخ ما شاء الله دخلت في السوا وعملت معانا شربة جميلة جدا ورحتها كمان ما شاء الله حلوة جدا مخسولة غسلة نظيفة ومنقوعة في اللمون وورق اللوري والحبهان بيخلوا رحتها تحفة حطنا بقى الملخية بعد ما غسلناها على فوتة كده بحيث ننشفها وما يبقاش فيها أي مية بالشكل ده هنسيبها تتهوى شوية وإحنا وقفين نكمل بقية الأكلة بتاعتنا معانا بقى بصل مفروم بشرينه بالمبشرة ومعانا طمط ميتين برضو بشرينهم بالمبشرة وبطاطسايا واحدة هنخرطها كده تخريط عشوائي وبالشكل ده هنعمل معانا أحلى صنية فراخ طبعا عشان سلقناها فقلنا نعملها بالطريقة التحفة دي السوس بتاعها بيبقى جميل جدا حطينا كده شوية ملح وشوية فلفل وحطينا شوية قرفة وشوية جنزبيل وفصين من الحبهان هنبتدي معانا بقى لمونتين كبار أساسي معانا في الوصفة دي هنعصر كده حوالي الليمونتين أو لمونة ونص بس الليمونتين دول طلعوا كبار قوي ما شاء الله بتعتمد إن السوس بتاعنا ده يبقى مزز من الليمون اكتفينا هنا بلمونة ونص لكن لو الليمون عندك صغير حط الليمونتين كاملين هنبتدي نعصرهم كده وبكده يبقى الخليج جاهز معانا عليهم بقى معلقة سمنة حلوة كده هتديها طعم خطير هنبتدي نقلب بقى البصل والطماطم والبطاطسايا بتاعتنا أنا عمل أقول جزر ممكن كمان تضيفي عليها إيه جزراي هتبقى حلوة جدا نزلنا عليها بقى بمقدار كده من الشربة بتاعت الفراخ التحفة بتاعتنا بحيث إيه نغطي السوس ده كله بالشكل ده هتقلبيهم طبعا وتزبط الملح بتاعك وبكده تبقى جاهزة معانا معانا بقى الفرخة اللي احنا سلقناها بالشكل ده طبعا تبقى مسلوقة نص سلقة بس عشان لسه هتخش الفرن معانا هتبتدي ترسيها كده في الصينية بتاعتك وتقدر تعمليها بالوراق بس مش لازم يعني فرخة كاملة على حسب المتوفر عندك وممكن كمان بأجنحة الفريخ تبتدي تاخدي من السوس كده وتحطي فوق الوش بحيث تبقى متعاما معاكي من فوق ومن تحت مولع الفرن بتاعك ومسخناه هتحطيها على القوع بتاع الفرن واول ما تشرب المية بتاعتها هتولع عليها الشواية في اخر خمس دقايق هنحطها في الفرن ونكمل معانا بقية الاكلة بتاعتنا معانا هنا بتنجان حطناه كده وكام قرن فلفل لنسلقه عشان هنخلله مش شرط يعني يبقى بتنجان لنا اسود ولا حاجة لا ده اللي متوفر في السوق بيتخلل برضو بيطلع زي الفل حطناه كده وولعنا عليه مع كام قرن فلفل حرق معانا بقى شعرية كده حمرناها في معلقتين سمنة ومعلقة زيت لحد ما خدت اللون الدهب الحلو بتاعنا نزلنا كده بالرز اللي غسلينه ومصفينه كويس جدا زي ما تعودنا طبعا بنشوحه تشويحه حلوة جدا لحد ما الرز يتشرب كده السمنة بتاعته وكله يبقى ما شاء الله بالشكل ده عشان ما يعجنش معيك نزلنا عليه بمقدار الملح كله طبعا كبات رز بتاخد حوالي نص معلقة شاي من الملح طبعا احنا بالنظر كده بنبقى متعودين على مقدار معين فبنحط الملح واحنا عارفين ايه المقدار قلبنا تقليبة كويسة جدا وشوحنا بالمنظر ده معانا بقى مية مغلية هننزل بالرز بتاعنا المقدار لحد ما يغطي الرز بحوالي ايروت يطلع معيك مظبوط جدا او لو مش عارفة يبقى كل كبات رز مصري بتاخد كباية من المية او الشربة ده المقدار المظبوط هيطلع معاك مفلفل وفي منطهر روعة هنسيبه لما يغلي وبعد كده نوطي عليه لحد ما يتشرب جبنا بقى الملخية بعد ما نشفناها وهوناها شوية هنعملها بقى زي زمان انا بحبها بصراحة بالمخرطة بيبقى قوامها حلو تاني حاجة بيبقى لها طعم مختلف غير الكبه او لو فرمها في اي حاجة فرمناها كويس جدا بقت معانا بالمنظر التحفة ده طلعنا كمان البتنجان صفناه معانا بقى مقدار من الفلفل بس ما كانش عندنا هارسة شطة حمرة فرمنا فلفل اخضر مع كام فاص طوم معانا بقى التوابل بتاعتنا اساسي في البتنجان المخلل طبعا الملح والكمون والكزبرة النشفة حطينا مقدار لمونة كبيرة كده عصير لمون بيبقى حلو جدا باللمون عن الخل احنا هنحط خل بس في الاخر بالشكل ده عملنا تدبيلة خطيرة طبعا عشان ما فيش هارسة شطة فدلوقتي هنضف لها معلقة من البابريكا بتخلي اللونها حلو وطبعا البابريكا مفيدة بتبقى حلوة جدا ضفنا بقى معلقة البابريكا وحضرنا الدقة بتاعتنا الخطيرة هنبتدي نحشي بقى البتنجان بصوا بقى قلبه ابيض وزي الفل مستوي معانا وجميل جدا هنبتدي نحشي البتنجان كله بتاعنا بالشكل ده هيطلع معاكي ماشاء الله حاجة كده شهية وتفتح النفس تحط كده كم قرن فلفل معاهم والتبليون بنفس التدبيل خلصنا المقدار كله كده ووزعنا الفلفل عليهم هنحط بقى على بقية الدقة اللي فيها اللمون والتوابل مقدار معلقة من الملح وكبات مية وشوية خل ده بقى لسوس الخطير اللي هنسقي بقى البتنجان بتاعنا هنسيبه كده بقى في الطبق يحيق ماشاء الله خطير جدا تكليه بقى مع الملوخية والرز كده تحفة وطبعا ينفعج جدا لو بتفتري كده بألفة هنا وشفة مع الفول والطعمية حلوي جدا معانا بقى الشربة هنا خدنا مقدار للملوخية وصفناها نزلنا عليها بمعلقة من التوم المفروم ومتبلنها طبعا حلوي جدا نزلنا بقى بالملوخية بتاعتنا وبالمضرب كده ماشاء الله هتاخد منك تقليبة واحدة هتفك منك على طول اسهل طريقة بالمضرب وتفكيها كده هتتفكي معاك بمنتهى السهولة طبعا حطنا وهي الشربة سخنة قبل ما تغلي معانا اول ما فككناها بالمنظر ده حطنا التومة بتاعتنا على النار معاها معلقة حلوة كده من الكزبرة النشفة وطبعا عملناها الطشة بالسمنة ما تنفعش معانا بالزيت عشان يبقى لها طعم وحلوة جدا اول ما الطشة بتاعتنا تحمر وتدخل كده في لون حلو كده دهبي هنبتدي ننزل بها على الملوخية بتاعتنا بصوا بتادي تغلي هيا من الجوانب هنروح بقى شاهقين الشهقة الحلوة بتاعت المصريين بقى الخطيرة دي هتطلع معاك ملوخية زي السكر والحركة بقى دي مهمة جدا زي ما تعلمناها زمان تاخدي كبشة كده وعطاصة وتروح يطاشها الملوخية بتاعتك وترديها تاني للحل ما شاء الله خطيرة خلصنا الاكل بتاعنا تلعت الفراغ بصوا بقى ما شاء الله مستوية وجميلة وجربيها بقى بالبصل هتعجبك جدا مع الرز بقى بالشعرية المفلفل حاجة كده وهم والبتنجان كمان اساسي معانا بقى مع الملوخية ملوخية خطيرة بتاشة رهيبة ما شاء الله يعني هتشم ريحتها حاجة كده تحفى اكلة سهلة وبسيطة لكن ما شاء الله شهية وتفتح النفس خصوصا بقى في البرد ده والواحد بيجوع كتير الاكلة دي ما شاء الله حلوة جدا وهتدفيك كمان بصوا شكل الملوخية شهية جدا جربيها بقى بطريقة زمان كده بالمخرطة وان شاء الله هتعجبك جدا غير اي ملوخية لها طعم ومزاق غير اي ملوخية تاني وجربيك من سنية الفرق بالطريقة دي هتعجبك جدا ما شاء الله لو عجبتك بقى الوصفة بتاعتنا النهاردة لايك وشير لكركدي وتمرهندي وسابسكريب لو اول مرة تنوارينا عشان عائلتنا تكبر بيكم وشكرا لكم وبالفة هانا وشفا لكل اللي هيجربكم